أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون خاصة إنهاء أعمال التنصيق العام بالموقع مع الالتزام بالنصق المعماري المخطط له جاء ذلك خلال زيارة تفقد خلالها المشروع حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بطلاء واجهات مدرسة مجاورة للمشروع على غرار النصق المعماري للمشروع بما يحقق التجانس بين هذا المشروع والوسط المحيط له كما تفقد مدبولي أعمال الإزالات التي تتم لعدد من المناطق في محيط مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون موجها بسرعة إنهاء أعمال كافة الإزالات